اشتركوا في القناة من أرض الحضارة جنوب الوادي أسوان حيث لقاء أسوان والإسماعيلي مباراة تحت عنوان البحث عن مزيد من الانتصارات سواء لفريق أسوان أو لفريق الإسماعيلي تحدث كابتن مجدي عبد العاطي على همية مواصلة الانتصارات وقال نلعب مع فريق كبير ولديه إمكانيات هائلة ولكن نحن في أشد الحاجة إلى الثلاث نقاط شرح نقاط القوى الضعف في صفوف نادي الإسماعيلي تعاقد أسوان مع تسع لاعبين وهم محمد عبد المجيد ومحمد رجب ومحمد همام ومحمد رز مصطفى بكري وسلم من سامن غانا وإرنزي من رواندا وسنائي نادي الزمالك يوسف نبيه ويوسف علي أما غيابات فريق أسوان إبراهيم جلال وأحمد فتحي أما على الجانب الآخر تحدث المدير الفني لفريق الإسماعيلي نلعب مع فريق أسوان وهو فريق صعب على أرضه يجب امتلاك الكرة أطول فترة ممكنة واللعب على خطوط فريق أسوان على جانبي الملعب غيابات فريق الإسماعيلي محمد صادق ووجيه عبد الحكيم وعمات حمدي ومحمد حمدي زكي تعاقد الإسماعيلي مع فخر الدين بن يوسف التونسي والأغندي باتريك كادو لا يوجد جماهير في مدرجات للأسف والفريقان في غرف خلع الملابس إلى الآن وملعب خاوي كما حضرتك شايف هذا كل ما لدينا من هنا من أستاذ أسوان إلى أستاذ مصر والاستوديو التحليل